اليمن يقول زوجي دائما يقول لي أنت مش حلوة أنا بتزوج وحدة حلوة هل يجوز لي أن أسوي عملية تجميل لأرضيه؟ أمم حمد بارك الله فيك أولا ليس من الأخلاق الحسنة أن يقوم الزوج فيباشر زوجته بمثل هذه العبارات القبيحة والسيئة والتي حقيقة تتنافى مع وجوب العشرة بالمعروف بين الزوجين كيف الآن زوج يقول لي زوجته أنت مو حلوة أنا سأتزوج عليك إمرأة حلوة هل هذا يليق؟ الله عز وجل يقول وعاشرهن بالمعروف قل جل وعلا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف فيحرم على الزوج أن يقبح زوجته أو أنه يعني يقول له مثل هذا الكلام الذي يعني يدخل الحزن عليها ويجعلها في مثل هذه الحالة والأمر الآخر الجمال ليس بالشكل صحيح الناس يعني يبتغون الجمال لكن الجمال جمال الدين والأخلاق الجمال جمال الروح ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال تنكح المرأة لأربع لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها فاضفر بذات الدين تربت يداك فاضفر بذات الدين تربت يداك فكم من امرأة جميلة كم من امرأة جميلة أصبحت مصدر شقاء لزوجها وكم من امرأة غير جميلة أصبحت مصدر سعادة لزوجها أصبحت مصدر سعادة لزوجها فعلى الزوج أن يتق الله وأن يخاف الله ولا يجوز له أن يباشر المرأة بمثل هذا الأمر المسألة الثانية أخت الفاضلة ماذا تقصدين بعمليات التجميل إذا كان والله عندك ما يسمى بالعيوب الخلقية وإن كان هذا التعبير يتسامح فيه العلماء مثلا عندك شكال في الأسنان مثلا ما في بأس تعدلين أسنانك يعني مثلا عندك سن متقدم سن متأخر أو في مثلا تشوى يجوز أنك تجري العملية بحيث ترجعين الأسنان إلى طبيعتها عندك والله ضربة في الوجه مثلا يجوز لك أنك تعالجين الضربة عندك صلع في الشعر يجوز تعالجين الصلع في الشعر عندك مشكلة في الحواجب واحد غليظ وواحد يجوز أما تأتين تغيرين خلق الله عز وجل وتصغرين أنفك ولا تطولين أنفك مثلا أو تلعبين بمنطقة الحنك هذه الذقن الحنك أو تنفخين خدودك هذا حرام ولا يجوز هذا من الاستجابة للشيطان الذي توعد فقال وَلَا أَمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّا خَلْقَ اللَّهِ ولذلك أخت الفاضلة زوجك هذا تجمل له بلبس الثياب الجميلة إذا كان مثل ما ذكرت لك عيب خلقي عندك حصل لك حادث حصل ضربة حصل شيء يجوزك تجري عملية تجميلية بإرجاع العضو إلى أصله الطبيعي يعني أما تأتين تغيرين خلق الله تطيعين الشيطان لترضي زوجك ما رضي عساه ما رضي ما يرضى كيف الآن تغضبين الله سبحانه وتعالى بطاعة الشيطان عشان إرضاء زوج نظرة قاصر نظرة قاصر ولذلك ذكري بالله وخوفي بالله وقل له ما يجوزك مثل هذا الكلام إذا والله في شيء معين قل لي الشغلة الفلانية الشغلة الفلانية والمرأة بدينها وبأخلاقها ومثل ما ذكرت كثير من هؤلاء الرجال اللي عيونهم ما تشبع ويلتفتون يمين ويسار والله إن أغلب هؤلاء يشقون الشقاع عجيب حينما يبحثون يتركون ذات الدين وذات الخلق ويبحثون فقط عن مثل ما جاء في الحكمة وهذا ليس حديثا إياكم وخضراء الدمن قال وما خضراء الدمن قال المرأة الجميلة في المنبت السوء هذا غير حديث طبعا بعض الناس يرويح حديث هذا ليس بحديث ولذلك المرأة الجميلة في المنبت السوء هذه خضراء الدمن يعني مثل الوردة تنبت على مزبلة كرمكم الله فالمقصود أن زوجك يركز على الدين يركز على الخلق ومن حقه أن يطلب منك تتجملين له من حقه أن يطلب منك تتمكيجين له مثلا من حقه تضعين العطر له من حقه أنك تعدلين شيء يعني مثل ما ذكرت لك مشوه بحيث أنه حصل لك شيء يعني مثلا ذكرت لك الأسنان ذكرت لك شيء من حقه لكن أن يطلب منك أنك تغيرين شيء خلقه الله عز وجل وهذا هو وضع فيك أنت هذا لا يجوز تنبهي لهذا ترجمة نانسي قنقر